طبعا أهم خبر عندنا هو وصول البعثة مبارح بعثة المشاركة في أولومبياد باريس أبطالنا اللي فازوا بالميدالية الدهب أحمد الجندي واحد من اللعيبة اللي لازم دايما أي حد يعمل له حساب لعيب استثنائي بما تحملوا الكلمة بمعنى لعيب جامد قوي عقلية شخصية حتى على المستوى الفني عالي قوي عالي 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 كواليتي عالي قوي كمان يعني مش بس دهب ده إكسلانس البطولة هو صاحب الشغلالة في الحتة دي صلنا في رقم واحد عالميا لعيب زهن كويس مصقف لعيب حتى على مستوى التدريب محترم جدا جدا في التعامل مع كل الناس ابن نادي الشمس واحد من اللعيبة اللي اتربوا على الرياضة بشكل كويس فإنه حق هذا الإنجاز فده حقه وده عد ربنا سبحانه تعالى في أرضه لأن اللعيب ده مقتهد جدا 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 لأن احنا كلنا وإحنا حتى في مكاننا دلوقتي في مجال الإعلام تدرجنا اشتغلنا كمراسنين وكاعداد ومشاركات كتير جدا في كل المحتوى اللي حضرتكم بتشوفوا على الشاشة فأنا تبعت هذا النجم من وهو لسه بيلعب الرياضة بشكل كبير وكان دايما فيه بينه وبينه تواصل فهذا الحدث وهذا الاستقبال يليق بهذا النجم اللي قدر يحق هذه الميلاد اللي يدهبها أما على النحو الآخر في 2016 رحت أنا وصديق عزيز علي عملنا فيلم وصائقي لصارة سمير في قرية الأساسين تبع مدينة تبع الاسماعيلية شفنا بيت متواضع وشفنا ناس متواضعة ولكن في الأخير شفنا وحش بيت مرى انفصالة صغيرة كده ولولا جهاز الرياضة العسكري عشان أكون كمان منصف إن خد عندنا مدرسة كده مدرسة اسمها اللي هي اكتشاف المغبين داخل المؤسسة العسكرية اكتشفت صارة وخدت صارة كده من بعيد وحطتها في المنطقة اللي حضراتكم شايفانها دي عشان تصل إلى المنصات الكبيرة في التتويق على مستوى القاري وعلى مستوى العالمي وعلى مستوى الافريكي وعلى مستوى حتى الأولمبياد بجد خلوني أقول لحضراتكم وعيشكوا تفاصيل النجمين دول بالتحديد خصوصا صارة صارة أنا خبطت الباب أنا والأستاذ الفاضل اللي كان معايا ودخلنا لقينا ناس بجد في قمة الأخلاق والتواضع في 2016 عملنا في المؤسسة إكرتجالي بشكل كويس جدا خرج على أحد الشاشات يعني في التأكيد كانت التجربة وكان هذا الوقت بالتحديد يعني كانت بداية شخصية وانطلاق ونجومية صارة سمير في هذا الوقت يعني استقبال كبير يلي ببطل فضة وبطل ذهب ودايما هم أبطال بالنسبة لنا حتى بدون هذه النجمات استهلوا كل خير